موسيقى السلام عليكم ما أصيب رجل بالرصاص فجر الأربعاء بالمنيعة بعد محاولتهم قاومة ثلاث لصوص سلبه المركبة على مستوى الطريق الجديد والذي لا تزال الأشغال به جارية والرابط بين المنيعة و ويريغلا وحسب مصادر علمية جزائرية بين الضحية مالك المركبة تعرض إلى إطلاق النار بعد محاولته منع المهاجمين سلبه المركبة مما تطلب نقله على جنح السرع إلى مستشفى المنيعة من طرف مصالح الحماية المدنية وجرى إخضاعه لعمل الجراحية مستعجلة قصد استخراج الرصاصة والتي اخترقت جسده وتوقيف النزيف الداخلي ولا يزال الضحية والذي يبلغ من العمر الثمانية واربعون السنة يرقل بنفس المستشفى في حالة غيبوبة عقب إنقاذ طاقم طب لحياتها في اللحظات الأخيرة بينما سرعت مصالح درك الوطني بالمنيعة إلى فتح تحقيق معمق حول القضية ومباشرة عملية بحث واسعة بغية توقيف الجناتة واسترجاع السيارة المسروقة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر